رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال احتفال منظمة كير العالمية بمناسبة مرور سبعين عاماً على بدء مسيرتها في الأردن وأشادت سموها خلال الاحتفال الذي أقيم تحت شعار نحو تحقيق التنمية المستدامة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ومديرة منظمة كير العالمية في النمسا أندريا هاجر بجهود منظمة كير في المجالات الإنسانية والتنموية والحقوقية للمجتمعات المستهدفة وشراكتها مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية نحتاج فعلاً توجه وإيمان كير ومنظمة كير وكما قلت كل من لاقي حالنا فيكم وكنا سعداء أن نعمل معكم ومن أجل تحقيقي مستقبل إن شاء الله أفضل وأسلم واستقرار أكبر لمنطقة لنا الغالية شكراً جزيلاً لكم بدورها أكدت مديرة منظمة كير في الأردن سلام كنعان أن مسيرة المؤسسة حافلة بالإنجازات حيث عملت على تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من أربعة ملايين شخص في المملكة على مدى السبعين عاماً الماضية وما مدور الوقت تغير صندوق كير البسيط واتجه نحو جذور المعاناة بتمكين الأشخاص وعطائهم القوة وزرع جذور الأمل والتغلب على العنق والظلم الاجتماعي أهداف منظمة كير كبرت ولكننا ما زلنا ملتزمين بنفس مفهوم طرد كير نفس الطرد الذي يعطينا جميعاً القوة لتغيير العالم الأفضل نحن نؤمن بأننا عندما نعطي من أنفسنا فإننا نكون التغيير لحياة الآخرين وإنه يمكننا أن نسهم في تحقيق تغيير الدار ترجمة نانسي قنقر